السلام عليكم أصدقائي وإياكم ألس لا تنسى الصلاة على النبي اشترك بالقناة فعل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسى اللايك للفيديو بحسب المصادر أحمد فرحان مهاجم الشرطة يتلقى عرضي من الرجاء المغرب ونيسي الفرنسي صراحة اللاعب يستحق التواجد في المنتخب العراق يقدم أداء ممتاز وهذا اللاعب الآن يستحق لإحتراف تشكيلة الدور روح النهاي من كأس الملك سلمان للأندية العربية تشهد تواجد منا في يونس وآسورستوم آسورستوم حصل على أعلى تقييم في هذا الدور أعلى من كريستيانو رونالدو 9.6 ورونالدو 7.9 الصحفي ضياء حسيني يقول كاساس أخطأ بعدم تواجده في السعودية لمتابعة فريق الشرطة يمتشان بالدور يلا من يشوف لعباتهم هو راح الأوروبا يشوف لاعبين جدد أو لاعبين المغتربين لاعبين منتخب العراقي الحزن يخيم على أجواء ماسكر فريق الشرطة في السعودية بعد وفاة والد اللاعب اللجنة المنظمة لبطولة كاساس الملك سلمان الأندية توافق على طلب نادي الشرطة العراقي برفع لافتة تهزي على روح والد اللاعب فيصل جاسم مع قراءة سورة الفاتحة قبل مباراة الأربعاء أمام النصر السعود هداف الدور للعراقي مهند عبد الرحيم يجدد تعاقده مع نادي القوة الجوية مصطفى ناظم زورائي الموسم المقبل ما هو ليكم بصفقات نادي الزورائي الموسم القادم الاتحاد العربي أخدار هدف أمير صباح في مرمى السرد القطر كأجمل هدف سجل في ربع نهاية بطولة الأندية العربية هدف عالمي خارج منطقة الجزاء أمير صباح يلتقي مع كريستيانو رونالدو مواجهات الدور نصف النهاية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ثلاث أندية سعودية والرابع عراقي يوم الأربعة بعد يومين الشرطة العراقي واجه النصر في الساعة السادسة مسان يعني الشرطة ضد كريستيانو رونالدو وساد يومانه والهلال السعودي والشباب السعودي في التاسع مسان أصبحت الجهة اليسرى لمنتخبنا العراقي جيدة حيث بروز أحمد فرحان وتسجيله هدف رائع ويقود الشرطة للفوز على السد وأيضا دانيلو سعيد يتألق ويسجل هدف ويقود فريقه للفوز أحمد فرحان ودانيلو سعيد منافسة شرسة للحصول على المكان الأساسي في المنتخب العراقي أي طقم أفضل وأجمل للمنتخب العراقي أدي داس أم نايك شاركونا أراءكم بالتعليقات لحسب المصادر كاساس يستدعي مهاجم هلسن بور أمين الحماوي لصفوف المنتخب الوطني العراقي وأيضا كاساس يستدعي مدافع منتخب الشباب والقوة الجوية كاظم رعد للقائمة الأولية للمنتخب الوطني العراقي بعض الأسماء متواجدة في قائمة الأولمبي والوطني هذا الموضوع من المؤمل أن يتم النقاش فيه لاعب المنتخب العراقي علي الحمادي وليكسندر أراه وكاردو صديق فيه جلسة وداء لزميلهم كيفين يعقوب قبل العودة إلى الدنمارك إدارة القوة الجوية تقول رفع كأس العراق من قبل عضو الاتحاد حمادي أحمد جاء بسبب أنه مسجل كلاعب وخاض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس العراق قبل أن يعتزل ويتوجه إلى الإدارة إبراهيم بايش انزعج عندما رفع حمادي أحمد الكاس في لحظة التتويج الكثير من المقربين حاولوا تهديات بايش بعد المباراة لكنه كان متوترا جدا ومنزعج من تصرف حمادي أحمد لاعب فريق شرحان يلتقي مع اللاعب السنغالي ساديوماني أحمد صلاح في المؤتمر الصحفي يقول مباراة صعبة ماما خصم تكتيكي لكن اللاعبين طبقوا ما طلبتوا بكل دقة وأشكر الجميع تعلمتم المدربين كبار ويدي القدر على قراءة الخصم والواقع يفرض علينا احترام المنافس نور صبري يقول أحمد صلاح هذا هيبة المدرب العراقي إيمانويل المساعد مدرب السد القطر في المؤتمر الصحفي يقول كنا متحكمين من الكرة في الشوط الأول وسجلوا من ركنية وبعد ذلك قلة الثقة لدى لاعبين والشرطة استغل المساحات واستطاع ترجمة المرتدات لأهداف هكذا احتفى لأسورستون بعد نهاية المباراة أمام السد وأمام أنظار حسن الهيدوس لاعبهم رد الدين واجب أبرعيس لجنة الأولمبية حقي المفتنية يتصل بوافد نادي الشرطة ويهدي اللاعبين مبلغ 12 ألف دولار لتأهلهم لنصف نهاية كأس الملك سلمان للأندي العربية بحسب المصادر أمجد عطوان طلب من إدارة القوة الجوية مبلغ يصل إلى 600 مليون دينار مقابل التوقيع مما جعل إدارة الصقور تغلق الباب من دون الرد أكرم عفيف بعد الخسارة من الشرطة يقول نبارك للشرطة وهارد لك لنا ولازم نعوض والله لازم نروح عندي علاج وغضب المراسل منه بعد اللقاء القوة الجوية بطل لكأس العراق المراسل السابع في تاريخه بعد فوزه على أربيل بهدف نظيف إبراهيم بايش يقول كنت أتمنى أن أرفع الكأس كوني كابتن الفريق لكن لا أعرف السبب في رفع الكأس من قبل الإدارة والحديث بقية يجب على الاتحاد العراقي ولجنة المقداربين إقناع اللاعب يوسف نصراوي تمثيل منتخبات العراقية وإكمال ورقه يوسف نصراوي يلعب في أفضل ناري في ألمانيا بايرام يونيخ العراقي يوسف نصراوي يوسف موهب لا تقلشين عن موهبة نوه درويش زيدا نقبال مع الجماهير العراقية من ملعب مباراة أوتريخت وسبانيا والودية عارس مرمى الزوراء جلال حسن يجدد تعاقده مع الزوراء لموسم آخر مراد محمد يرفض التجديد مع الزوراء بسبب قلة القيمة المالية لعقده وهبطاء يقول اللاعب سعد ناطق قام بمساعدة وفد الشرطة ماليا بسبب صعوبة التحويلات المالية من بغداد إلى السعودية ناري الطلبة يؤلن رسميا تعاقده مع كرار نبيل قادم من القوة الجوية رسميا الظاهر ليسر مصطفى وليد بوشيا يوقع على كشفات القوة الجوية قادمة من الكرخ علي محسن يوقع على كشفات الزوراء قادمة من الجوية بعقد يمتد لموسمين كريم بن زيمة يؤدي مناسك العمر بعد انضمامه إلى الاتحاد السعودي كريم بن زيمة يقول كريستيانا وضع الدور السعودي بالقمة لا ينكر هذه الحقيقة